بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدر انهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما والحرص المشترك على مواصلة دفعها إلى الأمام بما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام ورحب سموه في بداية جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي بزيارة الرئيس الاندونيسي إلى بلده الثاني دولة الإمارات والتي تتوج رحلة مهمة من العلاقات المثمرة بين البلدين والعمل المشترك البناء لمصلحة شعبيهما واستعرض سموه والرئيس الاندونيسي مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة ولمن الغذائي والبنية التحتية بجانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية المستدامة في البلدين وعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي قام به فخامة الرئيس الاندونيسي في تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما واهتمامه الشخصي بتوفير كل أسباب التقدم لهذه العلاقات